أوه في الدين لازم إن إحنا نسامح الناس ما صح؟ لابد إن إحنا نسامح والمسامحة دي المطلوب فيها أو الغرض منها نفسي أنا أنا بجمع درجات زي ما شرحت لك في الجزء الأول لما بسامح الناس أنا باخد ثواب فأنا عايز أنا أخد ثواب وأنا أحسن من إن أنا ما سامحش وما أخدش الثواب يعني بضيع على نفسي الثواب نعم طب وليه لما إحنا بنسامح الناس مثلا بيفضلوا يعملوا تاني وتاني وتاني وإحنا بنسامح فيهم عشي مؤرد طبيعة الإنسان كده الإنسان هو بيقولوا إيه الناس سموهم الناس ليه لأنهم كثير النسيان يقول وما أول الناس إلا أول الناس أول واحد نسي مين سيدنا آدم أبونا فهو نسي آدم فنسي ذرياته إحنا بننسى ليه ليه الموعظة نسمعها ونمشي عليها شهر اتنين بالكتير اسبوع اتنين بالكتير ويدخل رمضان ونتعبد وتمقف حالة روحية جمدة وبعد رمضان يعني اسبوعين كويسين وبعدين نبدأ ننسى ونتختلط بالحياة فما سمي الناس إلا لأنهم ينسون تفضل